إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد الله إلا الله واخده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُسلِه لكما ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِي الله ورسوله فقد فاذ فوذاً أظيمًا أما أباد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير لهدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسةٍ بدعة وكل بدعةٍ دلالة وكل دلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن مقام السلاة عظيمة وقد عظم الله بشأنها في كتابه الكريم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر وهي عمود الإسلام والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة أيها المسلمون إن الشيطان يحرِص كل الحرس على سرف المسلم عن سلاة لعلَّه أنه إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين من باب الأولى ومما يدل على عذم هذا الركن وهي آخر وصيةٍ وصَّى بها صلوات ربِّه السلام عليه أُمَّتَهُ إِنْدَ مُفَارَقَةِ الدُّنْيَا جَعَلَ يَقُولُ وَهُوَ يَلْفِذُ أَنْفَاسَهُ الْأَخِيرَةَ السَّلَاحِ السَّلَاحِ وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ فَإِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا سَلَاةَ لَهُ وَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ آخِرُ مَا تَفْكِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ السَّلَاحِ وَكَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أنَّ السَّلَاحِرُ مَا يُدَيَّأُ مِنْ هَذَا الدِّينِ وَآخِرُ مَا يُبْقَى وذلك ما رواه حكيم الترميزي بسدٍ حسن إلى زيد بن سابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يُرْفَأُ من الناس الأمانة وآخِرُ مَا يَبْقَى مِنَ الدِّينِ السَّلَاحِ وَرُبَّ مُسَلٍ لَا خَلَاقَ لَهُ إِنْدَ اللَّهِ هي أول ما يُحاصَبُ عليه العبدُ يوم القيامة وهي مفتاء السعادة وإداءتها مفتاء الشقاوة ولا شك في ذلك ولهذا الصحَّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسندي إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يُحاصَبُ عليه العبدُ يوم القيامة السلاة فإن سلهت سلها سائر أمله وإن فسدت فسد سائر أمله وهذا الحديث سهَهَهُ الألباني رحمه الله إذن فمنهم آدادٌ كثيرةٌ من جيران المساجد لا يدخلون المساجد للسلاة فيها أو يدخل منها لبعض السلاة لبعض السلوات ويتركون بعدها وآدادٌ كثيرٌ تهضر إلى المساجد متآخرين لا تُدركوا إلا بعد السلوات مع الإمام أو لا تُدركوا منها شيئا فما عُذرك يا عبدالله فما عُذرك يا من تسمع النداء وقد يكون المسجد إلى جانب بيتك وأنت سهيهُ البدن آمنٌ من الخوف ثم لا تهضرُ المسجد للجماعة إن هالتُنا اليوم مع السلاة هالةٌ سيئةٌ خِفَّ ميذانُها لدينا وتساهلنا في شان هيانٍ في شان السلاة وسار التخلُّف عنها عمرٌ آديٌ فالأسرةٌ كبيرةٌ في البيت لا يحضرُ منها إلا الأفراد وبعدُ البيوت لا يهضرُون والذين يهضرون لا يُنكِرون المتخلِّفين رَدُوا يعني رَدُوا بوصف المُنافقين كما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن من أبرز صفات المُنافقين التي وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابِه وقال الله أزَّ وجلَّ وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاتِهِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاؤُونَ النَّاسِ أيضًا يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا يَأْتُونَ السَّلَاتَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا يقول ابن مسعود رَدِيَ اللَّهُ أنهُ وَلَقَدْ رَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ أَنَهَا يَأْنِي أَنْسَلَاتِ الْجَمَاعِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعَلُومٌ نِفَاقٌ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعَلُومٌ نِفَاقٌ فَهَلْ تَرْضَى أَخِ الْهَبِيبِ أَنْ تَكُونَ فِي زُمْرَةِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ أَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ التَّخَلُّفُ عَنْسَلَاتِ الْجَمَاعَةِ دَلِيلٌ أَلَادُوْفِ الْإِيمَانِ وَخَوَاءُ يعني خواءُ القلب من تأزيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره واهترامه إلا في وإلا كيف يليق لمسلمٍ صحيحٌ لمسلمٍ صحيحٌ آمِن يَسْمَأُ مُنَادِي يَسْمَأُ مُنَادِي اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتِ وَهُوَ يُنَادِي حَيَّا لَا السَّلَاهِ حَيَّا لَا الْفَلَاهِ ثُمَّ لَا يُجِيبُهُ وَيَسْمَأُ مُنَادِي اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَكُونُ اللَّعْبُ إِندَهُ أَكْبَرُ وَمُشَاهَدَةِ الْأَفْلَامِ إِندَهُ أَكْبَرْ والمُبَارَيَاتِ الْكُرَّةِ إِندَهُ أَكْبَرْ وَجِهَازُ الْفَيسْبُوكِ إِندَهُ أَكْبَرْ هَكَذَا الْيُوتِوبُ والبائع والشراع أكبر عنده ومشاغل الدنيا الفانية أكبر وسمعه وهو يقول السلاة خير من النوم ثم يكون النوم عنده خير من السلاة